دي اناي مساء الخير قمة مجموعة العشرين كانت الامتحان الدولي الأول لموقع السعودية وموقع الأمير محمد بن سلمان بعد جريمة قتل الصحافة جمال خاشقجي كيف كانت النتيجة؟ قادما من بوين سايرس حيث لقي حضره تجاهلا من بعض القادة موجود رغما عن قمة العشرين هناك عزلة له طيب وإذا حضر الأمير محمد رغما عن قمة العشرين بيكون قوي أو ضعيف على فرض أنه هذا الرأي صحيح وهو ليس صحيح بس لنفترض إذا شخصية سياسية بتقدر تفرض حالة على مجموعة العشرين خلافا لرأي المجموعة هذا الدليل قوي أو ضعف مجموعة العشرين بتمثل تلتين سكان العالم 85% من إجمال الناتج العالمي أقوى الاقتصادات فيها الدول الأكثر تأثيرا على المستوى السياسي فضلا عن الدول اللي عندها أكبر وأكثر الجيوش تطورا إذا واحد حضر رغما عن كل هول بيكون قوي أو ضعيف حتى بنية الإساءة مدحو حتى هنه عم بيسيقوا لأله مدحو بس كيف بيّن معزول اللقاءات المعدودة القصيرة التي حظي بها الأمير مع بعض القادة هذه صحيحة واحدة بده يعترف كمان يعني بده يكون موضوعي لقاءات محدودة جدا كان جدول وري العهد حافلا تقبله الرئيس الأرجنتيني والتقى الرئيس الصيني ورئيس وزراء الهند ورئيسة الوزراء البريطانية ورئيس جنوب إفريقيا ونائب الرئيس الإندونيسية وجمعته حديث ودية برئيس كوريا الجنوبية ورئيس المكسيكا والرئيس الفرنسية جبله في غيرهم؟ مين؟ مين غير الصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية وترامب وكل اللي شفتون؟ إذي حبيبي لي مين بقي بعد ما؟ كلهم عشرين اسمه مجموعة العشرين بلتقى مع سبعمية يعني؟ ما فهمت؟ بعدين خييف فرجوني صورة العزلة الله يخليكم الصورة بألف كلمة كما يقال والصورة الواحدة بألف كلمة كما يقال من سوف يصافح؟ بأي حرارة سوف تتم المصافحة مع ولي عهد السعودية؟ ما هي الحوارات الجانبية التي سوف تتم؟ على ذلك المصافحات الآن بوتين وانت تتحدث يصافح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حيث أن المكان المخصص لجلوسه ربما كان على يساره يا بوتين الآن لولي عهد السعودي لا 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 هذه أكيد المخابرات الصهيوني أبو السوس مخترأ الأقمار الصناعية ركبت الصورة خلال البس المباشر على هذه الجملة تحديدا من لو بدك تركبها ما بتركب؟ يعني دي أن اي رباني هذا غيره شو عندك؟ والمؤتمرات بصورها التذكارية ولأجل التقاط الصورة التذكارية لقمة مجموعة العشرين في الأرجنتين يتوافد القادة ومن أوائل الواصلين ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان اللا حدث ضمن حدث عالمي كذلك بدى ولي العهد السعودي وهو يجاور قادة يتحاشونه في قمة العشرين حين دخل القادة الكبار ومعظم المشاركين دون ملتفاتة أو مصافحة لولي عهد السعودية طيب فرجيني لو سمحت الصورة الحقيقية هؤلاء ممثلي الدول عم بيسلموا على الأمير محمد بن سلمان تباعا قبل ما كل واحد ياخد موقعه بالصورة التذكارية هول انتوا ما شفتون شفتوا بس الصورة التانية وهي دليل واللي هي مفروض أنه دليل على عزلة السعودية وتحاشي قادة العالم لولي العهد اللي اجتمعوا معه بالمناسبة مثل ما شفنا من شوي كمان تباعا بس عصيرت كل واحد ياخد موقعه بالصورة التذكارية ماذا عن موقع الأمير محمد بن سلمان في هذه الصورة تعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للتهميش خلال التقاط الصورة الجماعية الرسمية لزعماء العالم وكبار الشخصيات في قمة مجموعة العشرين في بوينس ايرس يوم الجمعة إذ كان موقعه في طرف المجموعة حد الانتباه إلى وقوفه في طرف الصورة الجماعية وجود ولي العهد السعودي على هامش صورة أيها حطوه على جنب الصورة هاي دي نتيجة جريمة القنصلية أصلا احقق شوف سر هلأ من سنة 2016 لما شارق بقمة العشرين كمان حطوه على طرف الصورة لأن كان سامهو كانوا عارفين سامهو انه رح تصير جريمة القنصلية بعد سنتين فمن وقته بلشت العزلة وتحاشي الأمير محمد 2016 2018 زيت المحل بس يعني يمين وشمال أولاد الحلال بوقته كان على طرف الصورة بالجهة المقابلة لموقعوا اليوم لا كان فيه خشقجة ولا من يحزنون بس أبو السوس تشيلوني من الصور الله يخليكم تعابتوني تعابتوني القراءة بما ورائيات نوايا قادة العالم مين التأى وللتأى وشو كان حاسس لما التأى وشو كان عم بفكر لما التأى كل هالأمور حطى لي يا عجنب الأمور بخواتيمها وخواتيمها وضحت العزلة السعودية العب أعلن البيان الختامي لقمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت في الأرجنتين أن أعمال القمة ستعقد في اليابان العام المقبل فيما تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعات القمة في العام الفين وعشرين كما انضمت السعودية للجنة الثلاثية الترويكا في مجموعة العشرين بصفتها الرئيس اللاحق للمجموعة في العام الفين وعشرين عزيزي المفترق عزيزي المشترك نأسف لفشل المحاولة جرب مرة أخرى إلى اللقاء اشتركوا في القناة